أفدت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز سيغضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه لفحوصات طبية أوضحت الوكالة أن العاهلة السعودية خضع لفحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بسبب ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل مشيرة إلى أنه سيغضع لعلاج بمضاد حيوية حتى زوالي الالتهاب وفي السياق أرجع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة إلى اليابان كان من المقرر أن تبدأ اليوم